هنا مع الشيخ الأخت شذة تسأل عن الرسم الذي يمارس الإنسان بريشته أو بقلمه لملامح دون وجه الإنسان أو لجسم دون ملامح الوجه أو لوجه فقط دون الجسم أو لعينين ورسم عينين دون بقية ملامح الوجه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير في أكثر من حديث ولا عن المصورين واجتهد العلماء في ما دلت عليه هذه الأحاديث وهل هي تشمل التصوير بمختلف أشكاله وصوره والأظهر والله أعلم أنه يشمل حالتين الحالة الأولى التصوير المجسم والحالة الثانية التصوير برسم اليد ومن ثم فإن التصوير بالآلات المعروفة اليوم ما يعرف بالتصوير الشمسي أو بغيره من آلات التصوير اليوم لا يندلس تحت هذه الأحاديث لكن ما سألت عنه الأخت وهو رسم بعض الملامح أو أجزاء من الإنسان البعد عنه أولى لكن لا يظهر لي أنه ينطبق عليه ما نص عليه العلماء في مسألة انطباق هذه الأحاديث على الصور المرسومة باليد والتي فيها محاكاة لما صوره الله عز وجل نعم بارك الله فيكم إذا كان دون ملامح هذا مع الشيخ يعني إذا كان يعني ليس شيء يظن أن الحياة تبقى فيه لكن البعد عنها أحواط ترجمة نانسي قبل